بسم الله الرحمن الرحيم 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 بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط وقرر مجلس الوزرائي إصدار نظام التعديل الأول لنظام كلية الأركان رقم 2 لسنة 2020 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم 4 لسنة 2016 مع تعديل المادة أولاً لتكون حائزاً على شهادة البكالاريوس من إحدى الكليات العسكرية العراقية أو كلية الشرطة العراقية بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الكليات الأجنبية المعترف بها ووافق مجلس الوزرائي على توفير مقاعد دراسية في كلية الشرطة للدول الصديقة على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بمعدل عشر الطلاب استناداً إلى قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000 المعدل وتتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام والتجهيزات وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بتأريخ 27 شباط 2024 بما فيها تعديل المادة 16 من القانون لتقرأ بالشكل التالي أولاً تكون اللغتان العربية والكردية لغات رسمية في تقديم السندات وتوثيقها ثانياً للكتاب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة أجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين ووافق مجلس الوزراء على استمرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالصرف على عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من ضمن تقديرات عام 2024 بحسب التفاصيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء وفي إطار تنمية القطاع النفطي ومتابعة مشروعاته قرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد زيادة كلفة مشروع زيادة الطاقة التصديرية بمقدار زيادة نسبة 5.67% على الكلفة الكلية لتصبح 5.532.106.37.842 دينارا ثانيا توجيه مجلس الوزراء بشأن المخالفة المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 28 شباط 2024 وأقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24.016 لسنة 2024 بشأن اتفاقية توظيف الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية مع إضافة تخويل وزير الكهرباء صلاحية التوقيع على اتفاقية مشابهة مع شركة سيمانز ووافق مجلس الوزرائي على بيع وزارة الصناعة والمعادن 130 آلية ومعدة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بمقدار 50% من الكلفة الكلية المبينة في كتاب الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات المؤرق في 19 شباط 2024 البالغة 17 مليار و872 مليون و97 ألف وخمسمية وثمانية وثمانين دينارا على أن يتسلم الفريق الآليات والمعدات جاهزة للعمل بحسب الطلب الذي قدمه للشركة المذكورة آنفا وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وأقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24 ألف واثمانين بحسب الآتي تخفيض مقدار الرسم القمرقي على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح أو التربية العجول والأغنام والأبقار بنسبة 50% من الرسوم الحالية لتصبح 2% المستورد لأغراض الذبح وتصبح 5% المستوردي لأغراض التربية وأن يراجع القرار بعد مرور سنة وأن ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ إصداره وضمن متابعة مشاريع الإسكان وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه 1- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع شقق الأساتذة رقم 3 لتصبح الكلفة الكلية 3 مليار وستمية وثلاثة وأربعين مليون وستمية وأربعة وسبعين ألف وستمية وثمانين دينارا 2- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع شقق الأساتذة رقم أربعة لتصبح الكلفة 3 مليار وميتين وخمسة وعشرين مليون وميتين ألف وخمسمية وعشرين دينارا 3- زيادة الكلفة الكلية للمشروع موضوع البحث لتصبح 10 مليار وتسعمية وتسعين مليون وستمية وثلاثة ألف وثمانمية واثنين وخمسين دينارا بمقدار زيادة أربعين بالمية على الكلفة الكلية المعدلة وافق مجلس الوزرائي على مقترحات وزارة النفط بشأن تجهيز منتوجي زيت الغاز وزيت الوقود إلى الجمهورية اللبنانية بحسب الآتي 1- تولي وزارة النفط تزويد وزارة المالية والبنك المركز العراقي بأقيام الكميات المصدرة شهريا بحسب قرارات مجلس الوزراء بوصفها إيرادا لمصلحة الخزينة العامة لتسوية المستحقات المالية مع الجمهورية اللبنانية 2- استقطاع كلف الانتاج لمصلحة شركات وزارة النفط عن الكميات موضوع البحث من حصة وزارة المالية عن عوائد بيع المنتجات النفطية المصدرة 3- وإعلام الوزارة المذكورة آنفا بذلك لإجراء التسوية بوصف هذه الكلف 4- أنها ديون بذمة وزارة المالية لمصلحة الشركات النفطية 5- وبإجراء المقاص على وفق أحكام القانون المدني رقم أربعين لسنة 1951 المعدل من حصة خزينة الدولة وفي متابعة لمشاريع البنى التحتية وآفق مجلس الوزراء على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إكمال القنوات المعلقة والمنشآت الحقلية لمساحة 21 و500 ألف دونم دعم القطاع الزراعي ليتسنى إكمال العقد ولتصبح الكلفة الكلية الجديدة 27 مليار و70 مليون و428 ألف دينار وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24 ألف وثمانين التي توصي بما مثبت من قبل وزارة المالية في 16 كانون الثاني 2024 وخمس آذار 2024 بشأن المساهمة في الزيادة الاختيارية والعامة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووافق مجلس الوزراء على تخويل هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الاستثناء من التعليمات المتعلقة بعمل الوزارة المذكورة آنفا لمعالجة الحالات الضرورية والحرجة التي تستدعي معالجتها على سبيل الاستعجال استنادا إلى أحكام قانون منحيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011 وأقر مجلس الوزراء تخويل أمين بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة كما أقر المجلس تخويل رئيس سلطة الطيران المدن العراقي صلاحية التعاقد مع الخبراء الدوليين ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 23.062 بحسب الآتي دمج شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة سعد العامة ليكون اسمها شركة الفاروق العامة للمقاولات ووافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة جمهورية سريلانكا في جمهورية العراق استنادا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وأحكام قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 علما إن لدى العراق تمثيلا مقيما على مستوى سفارة في العاصمة السريلانكية في كولومبو شكرا